أعلن وزير الخارجية الكويتي قبل قليل أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم وذلك بعد اتصال هاتفي بين أمير دولة الكويت نوافل أحمد الصباح وكلا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سيتم عقدها في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم غد أجرى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدة اتصالا هاتفيا بأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وقد تم تأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية من أي عوارض تشبها وبناء على اقتراح صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم وقد عبر سموه عن بالغ شكره وامتنانه لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود واخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يولنه من اهتمام بالغ بإنجاح أعمال القمة